السلام عليكم ورحمة الله طلاب الاول ثنوي المحترمين اجيدكم اليوم ان شاء الله في صفحة 52 للفصل الثاني من مادة الاول ثنوي الاردني وفيها ان شاء الله راح ناخد لسكل الاسم هريدنج واذا انتقلتم معاي ان شاء الله على التابلت وراح نشوف التالي في التابلت يا اصدقائي زي ما هين بيين قدامكم في ثلاث صور في الثلاث صور طلب مني اني احكي شو هذا اول اشي هذا بسموه دام دام اللي هو السد وهذا بسموه شاور وهذا بسموه ايش بسموه رانين وار المية الجارية او بسموها حنفية تاب 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 ايش تاب ايش تاب تاب اول اشي يا حبايبي هاد اسموه ووتر ريسورسز يعني مصادر originally والماء احمد الماء في الأردن تعالو انكبر عفوا انكبر هذا الجزء ونستغله بانه شو انا شو نسوي بانه ااا اا نحل عليه اول اشي بدي انا يا اخوان اكبر الشي اسمه الجزئية اللي احنا بنشتغل عليها طبعا هون مالهاش reading water is essential الماء اساسي او جوهري او مهم for life للحياة our will being يعني الصحة العامة sanitation تنقية المياه القذرة agriculture الزراعة and industry والصناعة agriculture زراعة اللي هي ايش اللي هي هاي industry معناها الصناعات او الصناعة all count upon count upon يعني اعتمد على all count upon a supply of water كلها تعتمد على امدادات الماء beyond these uses ما خلفه ووراء هذه الاستخدامات water brings countless other benefits countless يعني لا تعد ولا تحصى other benefits فائد اخرى to society للمجتمع we use it to swim we use it to swim بنستخدمه لنسبح and sail on نبحر عليه and take pleasure in the numerous plants and animals that depend on it وبنستمتع بالعدد الهائل من الحيوانات التي تعتمد عليه المهم فهذه الاستخدامات هذه بتجيب لنا استخدامات ممتعة pleasure هيك يعني بنستمتع في هاي الاستخدامات في العدد الهائل من النباتات والحيوانات التي تعتمد عليها in addition بالاضافة our health صحتنا and environment وبيئتنا are reliant on reliant يعني معتمد على an effective waste water infrastructure effective يعني فعال waste water الماء العادم المي اللي بتنكب في المجاري infrastructure بنية تحتية Jordan's scarcity الأردن عنده شح قلة يعني شح شح of water is a long term challenge هو تحدي طويل الأمد الأردن عنده يا جماعة الخير تحدي طويل الأمد بخصوص my challenge يعني تحدي كلكم بتعرفوها long term يعني طويل الأمد يعني ما بنحل بسنة وسنتين طويل الأمد for environmentalists للبيئيين water resources مصادر الماء in Jordan have remained ضلت يعني بقت بقيت مصادر المياه remained quite stable stable يعني ثابته ضلت ثابته تماما تماما over the years عبر السنوات عبر السنوات ضلت يا جماعة الخير مصادر المياه ثابته في الأردن ولكن شو صار but Jordan has become a densely densely populated country بلد densely مكتظة بالسكان current use of water current يعني حالي use استخدام الاستخدام الحالي للماء already exceeds يعني يعني يتعدى يتعدى renewable supply يتعدى الإمدادات المتجددة يعني للأسف صار في عدة حروب حول الأردن سواء في فلسطين في العراق في سوريا وأدت يا جماعة الخير لأن الأردن صار بلد مكتظ بالسكان مكتظ بشكل هائل يعني من 3.5 مليون أنا بتذكر في 95 ل 10 مليون في وقتنا الحالي Consequently بالتالي the Jordanian government الحكومة الأردنية have released released يعني أطلقت أطلقت the following notice هاي الملاحظات to commence raising awareness to commence يعني ليبدأ raising awareness زيادة ورفع الوعي of this matter لهذا الشأن شو هو الشأن اللي هو قلة المياه أول إشي حكوا Jordanians الأردنيين must recognize لازم يميزوا that the available water supply كميات المياه المتاحة is finite إش يعني finite finite يعني غير متجددة أو محدودة هادي الكميات finite يعني محدودة and they must take وهم لازم مين هم الأردنيين they must take responsibility لازم يتحملوا مسئولية for this issue لهذا الموضوع أو الشأن أو الأمر within their own households في منازلهم يعني لازم إحنا وإحنا نجلي وإحنا نستخدم هاي المصادر لازم نكون عارفين إنه هاي المصادر يا جماعة الخير شوية شحيحة accountability must be assumed for water يعني لازم نكون في مسئولية يفترض إنه في مسئولية للمي كلنا متحملين ها وكلنا عارفين هاي المسئولية for water management لإدارة المياه in Jordan في الأردن نكبر الشاشة عشان نصير الخط لما نكتب جيد this responsibility هاي المسئولية هاي الكلمة المهمة should be recognized لازم نميزها by individual citizens من قبل قبل individual يعني فردي المواطن كفرد لازم يفهم the public sector أول إشي لازم الناس العاديين بعدين القطاع العام بعدين the private sector كلهم ما بعض يفهموا المواطن والمدارس الخاصة والجامعات الحكومية والجامعات الخاصة كلهم alike كلهم لازم يكونوا بشبهوا بعض the situation necessitates يعني يجعل يجعل ضروري the combined efforts أن الجهود المدمجة المشتركة المشتركة of the Jordanian people to improve conditions عشان يحسنوا الظروف within their own environs في بيئاتهم لازم نحسن الظروف في إيش يا أخوان في بيئاتنا يعني مسئولية لازم لواحد يكون عارفها عشان إيش نحافظ على بلادنا يكون فيها مية environs بيئات أو أجواء كمان a deeper understanding بد يكون في فهم أعمق في فهم أعمق of the available amounts of actual quality آه لازم نكون عارفين إحنا يا جماعة الخير الكميات المتاحة amounts كميات available المتاحة actual quality الجودة الحقيقية and natural protection of Jordan's water والحماية الطبيعية للماء في مصادر الماء في الأردن هذه must be reached لازم الكل يفهمها لازم تفهم قداش فيه ماء في البلد لازم تفهم quality تبعتي الماء زي مثلا حوض الديسي من أنقاء الأحواض في الأردن في العالم and natural protection وكيف هاي الأحواض إذا شربنا إحنا ميتها هل راح تتجدد ولا لا هذا كله must be reached لازم توصل لكل الناس this knowledge هاي المعرفة يا جماعة will be circulated in schools يعني بدهم يضلوا يحكوها في المدارس يحكوها يحكوها في المدارس and throughout community وفي المجتمع على درجة أنه إحنا كلنا منعرف أنه في عند الأردن مشكلة مائية water must be used more efficiently لازم نستخدم المية بشكل أكثر efficiently فاعلية with more regards for مع اهتمام أكثر be age for energy needed to heat water for daily use يعني أهم إشي usage أهم إشي إنك تستخدم المية بطريقة فاعلة وتهتم لا إيش لا الطاقة الكهرباء الطاقة التي نحتاجها عشان نسخن 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 المية للاستخدام اليومي يعني مش معقول أنا أسخن مية وترجع تبرد هذا الإشيء غلاط وحرام بصرف طاقة الفاضي healthy aquatic ecosystems الأنظمة المائية الصحية الأنظمة البيئية المائية الصحية are vital هي حيوية to a high quality of life for Jordanians and must be preserved هي ضرورة مهلحة لا مستوى متقدم من حياة الأشخاص ولا بد الأردنيين ولا بد من الحفاظ عليها preserved and تحفظ لازم نحافظ عليها the quality جودة and standards ومعايير of drinking water مياه الشرب will be consistently maintained يعني سيتم المحافظة المحافظة عليها consistently يعني بشكل دائم بشكل دائم to ensure عشان يضمنوا that Jordanians have putable water putable يعني drinkable يعني قابل للشرب putable يعني قابل للشرب putable water that is free from pollution أو pollutants واللي هو أصلا free يعني خالا من الملوثات pollutants يعني الملوثات تمام أرجع أقرأها يا أخوان بسرعة عشان أنا ما قرأتهاش بسرعة وكانت يعني مكاركة بالأمور بدي أصغرها نسبيا هيك شوي وأرجع أقرأ لكم إياها بدون شرح water resources in Jordan water is essential for life our well-being sanitation agriculture and industry all count upon a supply of water beyond these uses water brings countless other benefits to society we use it to swim in sail on and take pleasure in the in the numerous plants and animals that depend on it in addition our health and environment are reliant on an effective wastewater infrastructure Jordan's scarcity of water is a long-term challenge for environmentalists water resources in Jordan have remained quite stable over the years but Jordan has become a densely populated country current use of water already exceeds renewable supply consequently the Jordanian government have released the following notice to commence raising awareness of this matter Jordanians must recognize that the available water supply is finite and they must take responsibility for this issue within their own household accountability must be assumed for water management in Jordan this responsibility should be recognized by individual citizens the public sector and the private sector and the private sector alike the situation necessitates the combined efforts of the Jordanian people to improve conditions within their own environment a deeper understanding of the available water amounts actual quality and natural protection of Jordan's water resources must be released must be reached this knowledge will be circulated in schools and throughout the community water must be more efficiently water must be used more efficiently with more regard for energy needed to heat water for daily use healthy aquatic ecosystems are vital to a high quality of life for Jordanians and must be preserved the quality and standards of drinking water will be consistently maintained to ensure that Jordanians have potable water that is free from pollutants so we will read it and move to this which is comprehension let's read it and read it and read it and you have to to see it and it is and out of the uses water mentioned in the first paragraph which do you consider the most important and why is we use water I think drinking water for me drinking water is the most important I want to because without it we die the water water the third what does this matter in line 17 refer to this matter here what does matter this هذا نقوم بيقول لك لازم نرفع الوعي بخصوص هذا الشأن الي هو ال water سيكوريتي هذا بسموه water سيك يوريتي الامن المائي إذن سآل رقم اثنين water ويمكن هلأ هم يغيروا لكل إجابة عادة ما فيش مشكلة تلاتة تعال نشوف نعمل لها يعني على خاطرنا نحكيها بيحكي لك أنه لازم الناس يميزوا أنه إمدادات المي بتنفذ وهم لازم يكون على هاي الأشياء في بيوتهم بكل بساطة أنا هادة سآل ثلاث راح أحيله بالطريقة هاي مش لازم نضيع المي لأنه ممكن أنه ينفذ السآل أربعة in point two of the notice what idea is being expressed here write one sentence تعال نشوف notice 2 notice 2 بيحكي لك لازم الناس يفترضوا إدارة للماء وهاي المسئولية لازم تكون من قبل الناس والأشياء الحكومية والأشياء الخاصة وهو يحتم الجهود خلص عرفت إيش بدي أكتب بدي أكتب رقم أربعة we all should work on keeping water resources أو خلص keeping water المحافظة على الماء رقم خمسة an educational program is proposed in point three what is its purpose explain in your own words في عنا هون حكوا إنه لازم الناس كلها في المدارس تعرف هايهم قالوا إيش قالوا إنه لازم يكون في فهم للمية طبيعتها وجودتها وأدش هي متاحة ولازم يوصلوا لها هاي المعرفة لازم تتدور في المدارس وفي المجتمع هم حكوا خمسة they said that we should teach our children that water is scarce in Jordan and we should maintain it لازم نحافظ عليه وهيك أنا بكون زي البطل خلصتلكم هاي الحصة هيك بكون زي البطل خلصتلكم هاي الحصة هي طويلة شوي ولكن انتو بتعرفوا أنا مش قاعد بحللك في أسئلتك أنا قاعد بدرس معك واستنوني في الحصة اللي بعدها وبيس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة